في توقيت السياسيين وتصاعد الخلاف بين وجهات النظر وقرارات الإطار التنسقي والتيار الصدري تغلب في الأوينة الأخيرة لغة الأرقام من حيث ارتفاع عدد ساعات المواقف المتلاحقة والحراك السياسي وكأنها أكثر من 24 ساعة في اليوم الواحد ترقب في الليل والنهار لما تقول إليه الأحداث بدءا من دعوات ومواقف دولية تصدرها في الأيام الأخيرة رسائل أمريكا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بحث السياسيين على دعم الديمقراطية والجلوس على طاولة الحوار جولات من الحراك بين قادة الإطار التنسقي في أربيل وبغداد وتأجيل مقتضى الصدر لمليونية السبت الذي أكد أنه تأجيل لحقن الدماء كذلك ما قاله زعيم تيار الحكم عمر الحكيم بتجديد دعوته لتكثيف الحوارات بين الشركاء والفرقاء في المشهد السياسي وتلك رسالة متفق عليها عند أحزاب سياسية لم تختلف على ضرورة حقن الدم العراقية كذلك كان النداء العاجل من رئيس الوزراء مصطفى الكاظم إلى جميع أطراف الصراع السياسي بالدعوة إلى حوار يجمع القادة السياسيين على طاولة واحدة بعيدا عن تحويل جميع المشكلات باتجاه الحكومة مؤكدا أنه من غير المعقول في العراق البلد المؤسس لحضارة يبلغ عمرها ستة ألاف عام أن تحول فيها المشكلات إلى كسر للإرادات تفاؤل في المشهد الأعم إذن بين أطراف سياسية وشعبية أيضا على أن لغة الحوار هي اللغة الأنجح في حل الانسداد السياسي وتغليب مصلحة البلاد الوطنية بالمنطق والعقلنية لطالما أن جميع الأطراف تبحث عن معادلة سياسية لمصلحة العراق ولأجله لا غيره